ضبطت كوادر الرقابة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين أحد المولات الكبرى أثناء حجبه الدجاجة عن الزبائن رغم توفوره هناك وبذلك يرتفع عدد المولات المخالفة منذ مطلع رمضان إلى ثلاثة مولات وفي الإجمال حررت الوزارة 571 مخالفة منذ مطلع شهر الصوم منها 106 مخالفات عدم التزام بالسقوف السعرية ومخالفة امتناع عن بيع مواد أساسية وكانت الوزارة أعلنت يوم الجمعة وجود نقص في الدجاج الطازج المباع في محل نتفات بعد جولات صباحية على الأسواق ووجه وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي بتكثيف الحملات الرقبية مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة أي نقص في الكميات استنادا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة